ان شاء الله هناخد مع بعض الوقت جانرال اكسرسايز التدريبات عامة على فوق الوقت التدريب والجزء الخاص بالجرامر للصف السادس الابتدائي من كتاب المعاصر الوحدة السادسة على الدرس التالت. صفحة اتنين وتلاتين بيقول لي سيركل. اعمل دايرة حول الكلمة المختلفة واستبدلها. بكلمة اخرى تكون صحيحة. رقم واحد. جاب لي هارب اللي هي الهارب او الكيسارة. لو دي. بصوت عالي. بطريقة جيدة. بسرعة. جاب لي هنا كلها دية ظروف او احوال. لكن دي الوحدها اللي هي الالة الموسيقية. عايزين نجيب اي ظرف او حان ممكن نقول هنا اي بادلي يعني بطريقة سيئة. بادلي بطريقة سيئة. رقم اتنين هارب الهارب او الكيسارة. بس اللي هي قالت البيس. بلي يعزف فيرن اللي هي الفيرن بلي هنا بمعنى يعزف او يلعب. ده ده فعل. والباقي عندي هنا الالات موسيقية. نكتب اي االة مثلا نكتب التيوبة. رقم تلاتة انجيو يستمتع هاب لي بسعادة جو يذهب كلين ينظف. يبقى هاب لي بسعادة دية ظرف او حال يعني ادفر. والباقي عندي اي اي افعال في المدارة. عايزين اي ايه? عايزين اي فعلة من الافعال هنا انجيو يستمتع جو يذهب كلين ينظف. ناخد مسلا ايه? ناخد آآ بلاي يعزف. رقم اربعة. بيقول لي هنا ايه? صوفت معنى ناعم او صوت هادئ. آآ بلاي يعزف. هت يضرب بلاو ينفخ. بلاي وهت بلاو. التلاتة دولة ايه? بيكونوا آآ بمعنى آآ ان هما افعال في المدارة لكن هنا صوفت دي صفة. نشوف اي فعل في المدارة ناخد مسلا ايه? رم يجري. رقم خمسة بسرعة جيد بدلي بسوء او طريقة سيئة. الوحيدة هنا اللي عندي مين? صفة هي جود. والباقي هنا ايه? ظروف او احوال. طيب نخليها زيهم ظرف او حال. هي من الصفات. لما باجي حولها بتبقى ايه? من الصفات الشازة عشان تتحول معي هتبقى ايه? شكلها هيتغير هتبقى بالطريقة اجيدة اريد ذا بسج اقرأ الفقرة. ان انصر واجب ذا كوستشنز على الاسئلة بنقرأ الفقرة بتاعتنا ونبدأ نجاوب على الاسئلة اللي موجودة تحتها. بيقولي هنا بسويك الاسبوع الماضي. ماي سكول المدرسة بتاعتي هاد اكونسرت. اقامت حفل ايه? موسيقى كونسرت اللي هو الحفل الايه? الموسيقى. المدرسين ما لهم ساعدوا من ذا ستودنس اللي هم الطلاب. get ready for it. get ready for ان هما يستعدوا ليه الحفل ده. احمد ان عادل. احمد وعادل. نظفوا غرفة الايه? الموسيقى. تامر بلايد ذاك ريكوردر. سادلي. تامر عزف على الريكوردر سادلي يعني بحزن. بكوز هي وز فري ساد. لانه كان حزن جدا. اميرا بلايد ذا تشالو. ايه? اميرا عزفت على على آلة تشالو. كويت لي. كويت لي يعني بهدور. we were very happy. احنا كنا سعداء جدا. بعد الحفل الموسيقي. والمدرسين هاد ابيتسا بارتي. اقاموا ايه? ابيتسا بارتي اللي هي حفل ايه? حفل بيتزا. اي ونت هوم ليه? رجعت للبيت متأخرا اطنايت ليلا. شوف كده. الاسئلة اللي هو جاب هنا. بيقول لي هنا ايه? السؤال رقم واحد بيقول لي. ذا كونسارت. اللي هو الحفل الايه? الحفل الموسيقي. يعني كان. كان امتى بقى? الاسبوع القادم? ولا يسر داي كان موجود او معمول او مقيم بالامس? ولا اللي هو كان الاسبوع الماضي? ولا الشهر الايه? الشهر الماضي. طبعا ده كان امتى? في اول حاجة خلص هنا جايبها للاسبوع الايه? الاسبوع الماضي. رقم اتنين. يعني ايه? يعني نظفوا. نظفوا ايه? اللي هي غرفة الايه? الرسم. والا بلاي جراوند. نظفوا الملعب? ولا اللي هو الفصل بتاعهم? ولا اللي هي حجرة ايه? حجرة الموسيقى. طراهوا على حسب الفكرة هم نظفوا ايه? ذا ميوزيك روم. اللي هي حجرة ايه? الموسيقي. بقى نختار هنا نظفوا حجرة الموسيقى. بعد كده بيقول لي هنا السؤال رقم ثلاثة. ليه? هنا بيقول لي امتى? ليه? الطلاب او امتى? متى? الطلاب? والمدرسين يعني اقاموا حفلة الايه? او الحفل الموسيقى. طبعا بعد الايه? او حفل البيتزا. عملوا حفلة بيتزا امتى? طبعا الكلام ده كان بعد الايه? الحفل الموسيقى. افتر? افتر? ذا? بعد الايه? بعد الحفل الموسيقى. رقم اربع. تمام? تاني هاقرر لكم السؤال ده تاني ما كانش واضح. بيقول لي هنا الطلاب. والمدرسين يعني اقاموا امتى حفلة البيتزا? طبعا افتر ذا بعد الايه? الحفل الموسيقى. السؤال رقم اربع. بيقول لي هنا ايه? كيف تامر عزفة على الريكوردر? عزف ازاي? هنقول هنا. تامر. يعني عزفة. ذا على الريكوردر. عزف على الريكوردر ايه? بطريقة ايه? او ايه احاله? الحال اللي هو عزف به على الريكوردر طبعا جايبها لي هنا في الفقرة. ساد لي يعني بحزن. لانه ايه? لانه كان حزين. يبقى ساد لي بحزن ديت اللي هي? الاجابة بتاعتي. ساد لي عزف على الريكوردر ساد لي يعني بحزن. تامر بلايد ذا ريكوردر ساد لي. جايب لي بعد كده الصفحة لقصاتها صفحة تلاتة وتلاتين بيقول لي اكتب بريد ايه? اكتب بريد الكتروني. مقاون من سبع جمع. اكتب بريد الكتروني. عمادي. يبقى هتكتب لي مين? العماد. فين عنوان عماد? تمام? هنا بيقول لي هنا. العنوان آآ بتاع اماد عماد ايه جيميل دوت كوم. يبقى ده الى مين? تمام? يعني عن آلات الموسيقية الخاصة بك. هتبقى مين? هتبقى هنحولها. يبقى ده اللي هو الايه? اللي هو ده اللي هو الموضوع بتاعنا. من مين بقى? انت اسمك? ايه انت اللي بتبعت? عاطف ان يور ايميل ادرس وعنوان بريده الالكتروني عاطف ايه جيميل دوت كوم. ده العنوان يبقى من اول هنا كده. ده عنوان مين? عنوان الراسل. من مين? سبجكت الموضوع قلناه. يبدأ بقى تكتب دير وهو عريو كيف حالك? وتبدأ ان انت تكتب بتاعك عن الالات الموسيقية. وده اصل متجاوب عندي في نهاية الكتاب حبيت بس اوضح لكم الطريقة بتاعته. بيقولي هنا قعد الترتيب للكلمات التالية. عشان تكون جمال صحيحة. رقم واحد اللي هو الهرب او الكسارة. ذي هم لودلي. لودلي يعني ايه? بصوت عالي. يعني عزفة ذا ادات تعريب. معنى قال عايزين نقول هم عزفوا على الهرب او الكسارة بصوت عالي. هنبدأ بكلمات ايه? كلمات ذي. يبقى ذي اللي هي ايه? هم ذي ايه? ذي بعدها التصريف التاني يعني عزفوا. هم عزفوا على ايه? ذا هرب اللي هي الكسارة او الهرب. ذا. هرب. عزفوا. على الهرب ايه? لو دلي بصوت عالي. لو دلي بصوت ايه? عالي. هناك فعل المساعد معي للماضي. هاو كيف ادرمز الطبول بلي يعزف ذا ادات تعريب ما انا قلتش هي هي. كيف هي عزفت على الطبول? عندي ترتيب السؤال بتاعي بيبدأ بها. واده كلمات الاستفهم هاو. الفعل المساعد للماضي ذا. تمام? بعدها مين? بعد الفاعل والمصدر. يبقى ذا من الفعل اللي عندي? الفعل اللي عندي شي. وبعد كده المصدر ايه? المصدر بلاي. يبقى تاني الترتيب بتاعي. هاو ديت شي بلاي. هادي كلمة الاستفهام والفاعل والمصدر. هاو ديت شي بلاي. التكملة بتاعتي بقى ذا درامز اللي هي الطبول. ذا درامز اللي هي الطبول. كيف عزفت على الايه? على الطبول. رقم الجمل التالية. جزء الخاص بالتركيم. ردوة بلايت. ذا درامز آآ ردوة عزفت على الطبول. ساد لي يعني بحزن. اده عندي حرف الار. هنعمل هنا الار كبيرة الليتر. تمام? ونجي نكمل الجملة بتاعتي انها عادي خالص. نجي هنا في النهاية. ونعمل فولستوبلين. لان دي جملة خبرية. مش جملة استفهامية. رقم اتنين. هاو ديت ليلة بلاي. ذا ترامبت. هي عزفت على الترامبت. ازاي? عندي هنا حرف الار. هنعمله كبيرة الليتر. تمام? هدي اول حاجة في علامات التركيم. واندي عنده الار في ليلة. هو عامل هالأصلا كابيتل. طيب ده سؤال. نجي في النهاية. ونعمل ايه? نعمل كوستشن ماركة. علامة ايه? علامة استفهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزة طالبات وطالبات. واولياء امور الصفة السادسة الليبتدائية. ان شاء الله. هناخد مع بعض الوقت. جزء الخاص بالقراءة للصف السادسة الليبتدائية من الوحدة السادسة على الدرس الرابع. صفحة اربعين. واول سؤال معي بيقول لي. اعمل دايرة ذا ادوارد حول الكلمة المختلفة. وستبدلها بكلمة ثانية تكون صحيحة. رقم واحد. حفلة اللي هو العرض بيتزا. البيتزا. حفلة موسيقى بيتزا. هي اللي مختلفة العلم دي فود من الاطعمة. واللي بقى عندي حاجات خاصة بالفن. هنكتب مسلا ايه? اللي هي المسرحية. رقم اتنين. تعازف منفرد. مغني باص اوتوبيس. اللي هي الفريق الغنائي. او فرقة غنائية. يبقى دي كلها عندي حاجات خاصة بالموسيقى والغناء. لكن باص اوتوبيس داها من ايه? وسائل النقل. هنختارها. هي المختلفة. ونكتب مسلا ايه? اركسترا. اللي هي الفريق الموسيقى. او فرقة موسيقية. رقم تلاتة هارب. الهارب. قالت الهارب ترومبت. قالت الترومبت. كار السيارة. فلوت. قالت الفلوت. او الناي. المختلفة مين? كار السيارة. عايزة نكتب اهلة من الالات الموسيقية. يبقى هنكتب الايه? البيس. رقم اربع. اركسترا. فرقة. موسيقية. المدرسين. اللي هم الطلاب. المختلفة معي. وهي كلمة ايه? كلمة. سكولز المدارس. نكتب مسلا ايه? سينجورز. اللي هما المغنيين. سينجورز. اللي ايه? المغنيين. عرضة او ادى. بلاي. دي عازفة. مغني منفرد. او عازف منفرد. ولا سانجة غنة. طبعا. سولست هي دي اللي عازف المنفرد. مختلفة. والبقى عندي افعال في الماضي. نكتب مسلا اي فالف الماضي نكتب ايه? ايه? اكلان. جزء بعد كده. الخاص بالاختيارات اختر ذاك. الاجابة الصحيحة. هنشوف ايه? الاجابة الصحيحة. من الاختيارات اللي عندنا. ورقم واحد بيقولي نقط يعني ادى الايه? المسرحية. طبعا احنا بنسأل نقول هنا ايه? مين اللي ادى المسرحية? ام هو رضد علي وقالي. مدرسين الصف الايه? الفيرس جريد اللي هو الصف الاول. مدرسين الصف الاول هم اللي ادوا الايه? المسرحية. بنسأل من للعاكل? وات ما او ماذا? وان متى بسأل بها عن الزمن? هو من للعاكل? وان اين بسأل بها عن المكان? يبقى هنختار هنا ايه? هو معنى من للعاكل. رقم اتنين. ذا اركسترا اللي هي الفرقة الموسيقية. نقط ميوزيك. الموسيقى بايبخ يستردي. لبخ في الامس. يبقى هنا عندي مين? الاركسترا اللي هي الفرقة الموسيقية. عزفت الموسيقى ليبخ آآ بالامس. عندي هنا كلمة يستردي بالامس. يبقى هختار الفاعل اللي عندي وبعد منه التصريف التاني. طيب يبقى عندي هنا في المصدر ما ينفعش. بلاي زي ما اضاف لها الاس ما ينفعش. بلاي دي هنا في الماضي بلاينجا اي انشي ما ينفعش. يبقى انا اختار بلاي دي في التصريف التاني. رقم تلاتة بيقول لي هنا ايه? افروان معنى الجميع او كلنا حبينا المصرحية بتاعتنا كانت ايه? يعني عايزين نقول هي كانت الاكسر نجاحا. يعني هذا المساء او في المساء هت اللي هي الاكسر ايه? الاكسر نجاحا. هت يعني اللي هي الحرارة. هت يعني حار. هت اللي هي الكبعة. يعني ايه? ات واز ذهت. انها كانت الاكسر نجاحا. اوف ذي ايفنينج في هذا المساء او في المساء. رقم اربعة. الرضاء نقط ذاتشل. اللي هي قالت تشلو هابلي بسعادة. افري دي كل يوم. كل يوم. من كلمات تدل على ايه? ان دا الحدث دا معايا مستمر. تمام? يبقى عندي هنا بتكلم في ايه? بتكلم في زمن المضارع البسيط. الرضاء دا ايه? دا مفرد. لان كأن بالزبط بقول هي. هي بلاي دا مصدر. ما ينفعش بلاي دا تصريف تاني. او في الماضي ما ينفعش مع كل يوم. بلاي زي هنا الفعل المضاف له العشان هو مفرد ولا بلاي انج اصلا ما عنديش از. تمام? يبقى رضاء بلايز. يعز يفعادة تشلو كل يوم حاجة مستمرة مع روتينية. يبقى الفاعل اللي عندي مفرد بحط الفاعل بتاعي اس. يبقى بلايز. رقم خمسة ذا موقت. يعني غنى كتير من الاغاني. تمام? مين الغنى كتير من الاغاني? اركسترا اللي اركسترا الفرقة الموسيقية. تمام? ولا بلاي المصرحية ولا كورس اللي هو الفرقة الغنائية. الفرقة الغنائية ولا ميوزيك اللي هو الموسيقى. طبعا عندي اللي بيغني اللي هي كورس الفرقة الغنائية. رقم ستة بيقول اذا فلوت نقط? هل انت تعزف على الفلوت او ناي نقط? طبعا انا بتكلم عن ايه? انا عايزة اوصف الايه? اوصف العازف. ايه اللي بيوصف الفعل? ولا الظرف ولا جوت الصفة ولا باد ولا كويت? طبعا جوت وباد وكويت دو كلها صفات. يعني فعش ان انا اختارها. عايز يقوله انت ازاي بتاعزف على او هل انت بتاعزف بتاعزف على آلة الفلوت بطريقة جيدة انا عايزة هنا ظرف. عايزة ادفر. ظرف او ايه? او حالي. بقى هاختار الوحيدة اللي عندي ظرف او حال هي ويل. رقم سبعة ذاشكو لان مدرسة موقع ابيتزا بارتي. عايزين نقول المدرسة اقامت حفلة بيتزا. هاد اقامة سوء يعني رأة ولا كوكد طبخة او طهة ولا بلايد عازفة او لعبة. يبقى انا عايزة اقول المدرسة هاد اقامت ابيتزا بارتي حفلة بيتزا. رقم تمانية اميرة وذن وقت. كانت ايه? على الفايلون. كانت ايه? اركسترا? كانت فرقة? ده هي اميرة واحدة. هتبقى ازاي فرقة موسيقية كانت عازفة منفاردة ولا كورس اللي هي الفرقة الايه? الغنائية ولا كانت مدرسة على الفايلين. طبعا هي كانت العازفة المنفاردة على قالة الفايلين اللي هي على قالة الفايلين اللي هي قالت الايه? قالت الكمان. جاب للصفحة لقصتها صفحة واحد واربعين بيقول لي هنا اريد اقرأ ذا بسش الفاكرة. انا انصر واجب ذا كوشنز على الاسئلة. ذا بيوبلز اللي هم الطلاب او تلاميذ. تمام? اد زجازيج برايمار سكول في المدرسة الابتدائية بتاعة الزجازيج. جيف ذير سبرينج بيرفورمانس. ادوا اداء او عرض الربيع الخاص بيهم لست نايت الليلة الماضية. ذا بيوبلز. التلاميذ اوف جريد سيكس. في الصفة السادس روت ان بيرفورمت ابلاي. كتبوا وعرضوا المسرحية. اتوا ذا هيت. اوف ذا افنينج. انها كانت هيت اللي هي الاقصر ايه? هي كانت الاقصر نجاحا المسرحية بتاعتهم. كانت الاقصر نجاحا لهذا المساء. ذا كورس. اللي الفريق الغنائي. سانج اوتو سونجس. غنى كتير من الاغاني. ردوة حسني. وز ذا سوليست. ردوة حسني كانت مين? كانت العازف المنفرد. شي سانج وال. هي غنت بطريقة جيدة. علي احمد بلايد. ذا فيلين. عزفا على الالة. قالت الكمان بسعادة. ان حسن محمد. وحسن محمد بلايد. ذا سيمبلز. عزفا على الصاجات. لود لي. لود لي يعني بصوت ايه? بصوت عالي. شوف كده بقى الاسئلة. بيقول لي ايه? رقم واحد. ذا بيوبولز. التلميس. جيف ذير. قدموا او قدوا ايه? لهم بيرفورمانس. الاداء او العرض لست نايت. عرض ايه? سبرينج. عرض الربيع. ولا ونتر عرض الشتاء. ولا صمر عرض الصيف. ولا فول عرض الخريف. العرض افتاحهم كان اسمه عرض ايه? ذير. سبرينج بيرفورمانس. عرض ايه? سبرينج. اللي هو ايه? عرض الربيع. ايه? هنختار هنا كلمات سبرينج. رقم اتنين. ذا بيوبولز. التلميس. هو بيرفورمان. ذا بلي. اللي هم عرضوا. المسرحية. كانوا في الصف الكام. ماين. اللي هو عشرة. خمسة. سكس. السادس. تو السين. طبعا كانوا في الصف الايه? جريت سكس. الصف الايه? الصف السادس. اصر رقم تلاتة بيقول. ودد ذا كوراس دو. الكوراس اللي هو الفرقة. الغنائية. عملت ايه? الفرقة الغنائية طبعا غنت كتير من الاغاني. يبقى هنقول هنا. ذا كوراس اللي هي الفرقة الايه? الفرقة الغنائية. عملت ايه? سانج. سانج. الغنيت كتير من الاغاني. رقم اربع. من اللي عزف بقى على الايه? الصقاط طبعا حسن محمد هو اللي عزف على الصقاط. هنكتب هنا الاسم بتاعه. حسن. محمد. حسن محمد هو اللي عزف على الايه? على الصقاط. يلا نشوف الجزء الخاص به الترتيب وكلمات وهنعيد ترتيبها عشان نكون الجمل بدعتنا بشكل صحيح. بيقول لي رقم ايه? صور رقم اربعة ريال رينج. قعد ترتيب. ذا فولون جوردس. هالكلمات التالية توميك عشان تكون كوريكت سنتنسيس جمال صحيحة. باخ ده اللي هو ايه? اللي هو العازف او اللي هو الملحن باخ. برفورمت. مقادة او عرضة. ذا اداد تعديد بمعنى ال. اركسترا اللي هي الاركسترا او الفرقة الايه الموسيقية. ميزك الموسيقى باي يعني بواسطة. هنقول هنا ايه? كلمة ذا في البداية يبقى ذا اركسترا او ذي اركسترا. ذي اركسترا. اللي هي الفرقة الموسيقية. الفرقة الموسيقية ما لها يعني عرضت الموسيقى. يبقى بير فورمت. عرضت الايه? اه ميزك اللي هي الموسيقى بير فورمت ميزك. الموسيقى. عرضت الموسيقى بتاعت مين? باي بخ. اللي هو بخ. باي. بخ. رقم اتنين اهاف عنده او قضى او يقضي او يقيم حفل مثلا لا هكذا معنى. بارتي حفلة. لفعل المساعد في الماضي. ذا سكل المدرسة. يعني نوع مين? او ماذا? عايزين نقول هنا ايه? ما نوع? ما نوع? ما نوع? ما نوع الحفلة ايه? ادي الفعل المساعد اللي عندي في الماضي. بعد منه ايه? بعد من عايزة الفاعل اللي هي ذا سكل. ذا سكل ادي الفاعل بتاعي. هاف ادي المصدر هاف. ايه نوع الحفلة الموسيقي اللي المدرسة اقامته. او نوع الحفلة ايه? did the school هاف اللي المدرسة اقامته. وده شقال ما ننساش علامة الايه? الاستفهام. what kind of party? ايه نوع الحفلة? did the school اللي المدرسة هاف اقامتها? ادي عندي كلمة الاستفهام. what kind of party? ايه نوع الحفلة? ادي ادي الفعل المساعد. والفاعل والمصدر. بانك تويت. ذا فولوين. رقم التالي. او الجمل التالية. ذا فولوين سنتنس. او الجمل التالية. عبد الرحمن كان عازف منفرد في العرض بتاعنا. تمام? انا عندي اول حاجة خالص عيني على اول حرف بعمل ايه كابتال لتر. ال رحمن ادي عندي حرف برضو ال ال كابتال لتر. عمانت هنا تغييرين الاي والاي. تمام? وجد هنا في النهاية خالص ودي جملة عادية مش استفهامية بقوا معاملة فولوستوب. رقم اتنين دوت حسام سي محمد يستردي هو حسام شف محمد بالامس. عيني على اول حرف وحرف دي كابتال لتر. وعند حسام قابتال لتر. يبقى عند دي والالش. عملترهم لاتنين ايه؟ عملترهم تغيير لاتنين دول. تمام? وهو اصلا جاته في النهاية او هو عامل لي اساساا ايه؟ علامة الاستفهام. يبقى عملت حرف اللي وحرف الالش. وجملت هنا الجملة بتاعتي عادة خالص. وهو اصلا عامل لي في النهاية ايه كان وازشあ ا500 علامة الاستفهام.